العنصر الأول في هذه الوحدة الرابعة وهو العنصر المتعلق بسياق ظهور المثاق السعودي لأخلاقيات مهنة التربية والتعليم قلنا أن هذا المثاق مهم جدا وعلى درجة عالية من الضرورة من جهة معرفته ومن جهة استعابه ومن جهة العمل به لأنه ملزم بشكل من الأشكال لكل معلم سعودي لذلك المعرفة به مسألة مهمة ولأن المعرفة به مسألة مهمة فإن فهم سياق ظهوره كيف ظهر في أي إطار ظهره؟ هل ظهر معزولا عن نصوص أخرى؟ أم هو مكمل لنصوص أخرى؟ هل هناك حركة كاملة جاء فيها هذا التطوير للعملية التربوية السعودية في التاريخ الحديث؟ أم جاء منقطعا عن ذلك؟ هذه أسئلة مهمة لكل طالب تربوي لكل متابع لهذا الشرح إذن متى ظهر الميثاق السعودي لأخلاقيات المهنة؟ في الواقع الأمر تاريخ ظهور الميثاق السعودي لأخلاقيات مهنة التربية يعود إلى 8-1-1427 هجرية يعني ما يقابل 2006 ميلادية إذن دعنا نسجل ذلك يعني 1427 هجرية يعني يقابل 2006 ميلادية هذا هو تاريخ ظهور الميثاق السعودي لأخلاقيات المهنة لكن يمكن أن نعتبر أن الميثاق السعودي لأخلاقيات مهنة التربية والتعليم ينتمي إلى سياق هو أكبر من السياق سياق التربوي أي من سياق التعليم فقط مهنة التعليم فقط وظيفة التعليم فقط لا هو في واقع الأمر وهذا مهم جدا الميثاق السعودي لأخلاقيات المهنة ينتمي إلى في واقع الأمر كما سنلاحظ إلى نظام أشمل وأعم في المملكة هو نظام الخدمة المدنية فمن نظام الخدمة المدنية تم استمداد الميثاق السعودي لأخلاقيات المهنة فالسياق الأعام أو العام جدا هو نظام الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم الملكي السامي 49 تقطيع ميم بتاريخ 10-7-397 هجرية وبقرار مجلس الوزراء رقم 951 بتاريخ 27-6-1397 هجرية والذي تم شرحه وتنقيحه وتعديله بالأوامر والقرارات اللاحقة قد جملت مواد قانون الخدمة المدنية ضوابط لتنظيم قطاع الوظيفة وشروطها النظامية والأخلاقية انتبه معي إلى أن هناك شروط نظامية تضمنها نظام الخدمة المدنية وشروط أخلاقية على السواء إذن قبل هذا التاريخ قبل 1427 قبل 2006 إذا تسألنا ما هي الشروط الأخلاقية التي تنظم عملية أو مهنة التربية والتعليم في المملكة العربية السعودية سنجدها في نظام الخدمة المدنية وضحت الفكرة فبالتالي بعد 1427 تم تخصيص تم استمطار استدرار استنباط من نظام الخدمة المدنية نص جديد يتوافق في روحه مع نظام الخدمة المدنية ومع روح الشريعة الإسلامية وتم تخصيصه للتربية والتعليم سمية بالمثاق السعودي لأخلاقية المهنة الخلاصة من القوانين العامة التي تضمنتها إذا نظام الخدمة المدنية هي مجموعة من القوانين نظام الخدمة المدنية هو مجموعة كما قلنا هو النص القانوني الأساسي الذي ينظم عملية الانتماء إلى المهنة في المملكة العربية السعودية وخاصة إلى الوظيفة العمومية فهو نظام شامل قانوني دقيق ينظم كل تفاصيل الحياة المهنية للموظف وعلاقته بالمؤسسة وعلاقته بالإدارة وعلاقته بالمجتمع من جميع الجوانب إذن القوانين التي تضمنها نظام الخدمة المدنية تنطبق على جميع الموظفين العموميين في المملكة العربية السعودية نعم ثم جاء بعد ذلك المشرع السعودي طبعا مجموعة من الخبراء لما نقول مشرع هو خبير في مجاله لدى مثلا وزارة التربية أو وزارة التعليم ولدى مثلا وزارة الصحة ولدى وزارة العدل فهم هؤلاء هم الذين يسمون بالخبراء إذن جاء المشرع السعودي ليخص مهنة التربية والتعليم بميثاق خاص يكمل ما تضمنه نظام الخدمة المدنية من ضوابط عامة وذلك اعترافا بخصوصية هذه المهنة ونبلي رسالتها في الآن نفسه فعلا ظهور ميثاق سعودي لأخلاقية مهنة التعليم هو اعتراف من المجتمع لهذه المهنة التي هي أم المهن كما قلنا دائما لأن التربية والتعليم هي أصل بقية المهن في المجتمع كل المهن الأخرى إنما تأتي من من الطربية والتعليم إذن فاعتراف اعترافا بخصوصية ونبل وأهمية وخطورة رسالة الطربية والتعليم جاء المشارع السعودي بمثاق يخصها بها وهو مثاق منسجم في مضمونه وفي روحه مع أمرين هما نظام الخدمة المدنية من ناحية والشريعة الإسلامية من ناحية ثانية السؤال الموالي الذي سنحاول معالجته في الفيديوهات القادمة طيب إذا كان المثاق السعودي مهم جدا فما هي مضامينه ما هي مضامين المثاق السعودي لأخلاقية المهنة مهنة الطربية والتعليم الصادر في عام 1427 هجرية 2006 ميلادية ترجمة نانسي قنقر